اشتركوا في القناة سادة مشاهدين متابعين في كل مكان أسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله مننا ومنكم صيامكم وقيامكم يسرني أن ألتقي بحضراتكم في هذه الليلة في هذا المساء عبر شبكة قنوات أبو ظبر ياضية من هنا من أستاذ كوبان في مجورة من معلول يستعيد تياغوال كنتارا منتخب إسبانيا يبحث عن انتصار كما هو المنتخب التونسي أيضا يبحث عن انتصار مع العبي المنتخب التونسي موجودة مامنا كوستا قائمة مودلة إسبانيا كرة للأمام لكن التغطية من أحد الأسماء الكبيرة في المنتخب الإسبانيا ترك هذه الكرة لاتياغو لكن سأل الكرة في يد حارس المرمى تمرين إلى جوردي ألبا البحث عن رودريغو مرينو لكن التغطية من مرياح مدافع كبير لمنتخب تونس قبل مواجهة إنجلترا هنا تحرك من سيلفا لكن الكرة تحولت يحاول في هذه الكرة إيسكو يرعب لكرة أرضية مرت هذه الكرة لكن التغطية ما زالت الفرصة شركاته في كاس العالم في 78 بعد هذه المحاولة إيسكو برافو حارس المرمى البلبولي البلبولي طبعا هو المثلوتي لكن سمي بالبلبولي نسبة إلى أعربي طلاقة سريعة هذه كرة محاولة بخطة دفاعي من إسبانيا كرة لتونس لكن الكرة السهلة في يد حارس المرمى هذه خية في أول حضور في أول فرصة كانت تونس قريبة من أن تتقدم كانت النسور قادرة على أن تحلق يا فرجاني لعب الإسبيرانس لعب الترجي يحاول في هذه الكرة آنيس العب لكرة إلى فخر الدين بن يوسف واسبرون لعب نادي لاغانتواز البلجيك السيام بن يوسف على الكعب نجيب الإمام طرق ذياب حمد العقربي تميم اللي سينطلق في ليلة الخميس بلقاء يجمع الأخضر السعودي كرة إلى فخر الدين بن يوسف الروج الروج في مواجهة الدخية لكن الكرة يفشل في السيطرة عليها فخر الدين من الكرة إلى ركلة مارما يستعين هناك فرجاني ساسي كرة أرضية بعيدة على فخر الدين عبتغتي من أودريوث بإسبانيا بالثلاثة القابة 64-2008-2011 رأسيا الكرة بتعد بتمر كرة السليتي إلى خارج أرضية تمالعب ثالث حضور برافو للنسور برافو للنسور يبدو بأنه هذا الرجل لوبوتيغي قلق قلق الكرة إلى جورديالبا يلعب لكرة أرضية خطيرة هذه الكرة لكن برافو البلبولي الكرة عند البلبولي ليحمل شارة القيادة لمنتخب تونس في مباراة الليلة هذه الكرة مرت سيلفا 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 دافيد سيلفا لكن التغطية بشكل رائع من ياسين بق طبعا من البلبولي في اللغة الماضية الاعتبار بأنه المدافع كان في رقابة هذه تزيدة قوية من راموس لكن مرت بسلام بدأ المنتخب الإسباني يضغط على مرمى تونس يحاول يهدت كرة أولى كانت من رودريغ مورينو وهذه محاولة ثانية عن طريق وعن عشقه لتونس الخضراء كرة من هناك كادريوثول لا يا ساتر أستر كرة للم بالإضافة للاعب رقم 17 سخيري لعب مومبيلي لكن البركة في شباب تونس البركة في أحفاد حنبعل القائد القرطاجي الكبير كرة إلى ركنية لمصلحة المنتخب فقط مدرب مقارنة بالأسماء طبعا روي هوتسون وبقية الأسماء الفي ار عودة بالكرة إلى حارس المرمى البلبولي هناك صفر وخطة السلامات للمدافع ياسين مرياح ياسين مرياح ياسين مرياح أمام هولندا خمسة واحد كل إقليم كتالونيا كانوا شجع هولندا وشجعوا وشجعوا المعلومة البحثة العرضية فاخر الدين فاخر الدين هالكرة هداف واحد صفر مش معقول أمام المرمى مش معقول السليت أمام المرمى كيف ضاعت يا نعيم كيف ضاعت يا سليتي أمام المرمى فرصة هدف في الأخطر في شوط المباراة الأول تونس تلعب لكنها لا تتقدم على إسبانيا راموس يعاطب حكم المباراة نايهاوس ماذا تطال يستعيدها البدري مرة أخرى يشعر بالحرج منتخب إسبانيا يدافع بكل في اللقاء الماضي يسته عنده الكرة كرة يهر فيها من هناك تياغو برافو البلبو الثالث هدف لبلانكو رؤول أسطورة إسبانيا والريال الكرة في مكان خطيرة 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 مثل هذه اللقطات مثل هذه على الهفوات لا نريد أن نشاهدها أمام إنجلترا في كل مباراة تونس في المندي إلى لعب حريف إلى لعب مهاري أنيس البدري واحد لوحد يخوف أنيس 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 ماذا يفعل ياسين مرياح في هذه الكرة الكرة كانت أقرب إلى البلبولي صح نياستا في وسط الملعب يحاول في هذه الكرة نياستا يكون لكرة في مكان خروج البلبولي خروج البلبولي في مبدأ الفقة في وسط الملعب حتى لا يغضب مشجعي البارسة نريد أيضا أن ننصف البارسة في هذه المقولة بأن البارسة طبعا أفضل فريق لعب كرة قدم في 2009 لمست يد واضح على نياستا في اللقطة الماضية يكون إلى تياغو تياغو مر يكسب خطها تياغو في هذه اللقطة من أمام فرجاني ساسي وصيب في هذه اللقطة طبعا تياغو ألكنتارا وصيب تياغو ألكنتارا في انتهت آخر محاولة منتخب إسبانيا للأمام لكن منتخب إسبا تونس إلى الراموس راموس يلعب لكرة وضعية تسلل وضعية تسلل في هذه اللقطة وضعية تسلل لكن حكم المباراة بمون الكرة إلى خارج أرضية الملعب يحتسب إلى ركلة بارما بوخ ناي هاشو تسللتي نايم يعيد الكرة في وسط الملعب تمشي إلى سيام بن يوسف بسد عنيس عنيس البدري التفوق على إيسكو عنيس يلعب لكرة أرضية راسية من هنا عن شوط المباراة الأول نايم السللتي يحاول انتهى شوط المباراة الأول بصافرة بوخ ناي هاوس مشاهدين متابسف معلول في وسط ملعب صغير الساسي سيف الدين خاوي على اليسار البدري على اليمين السللتي وفي المقدمة فخر الدين بن يوسف فيما إسبانيا بدأ ديالبا تفاهم كبير بينهم في البرسا والتفاهم أكبر أيضا مع المتادور لكن هذا بعيد دانيستا وانت تمنى أن تكون وصيام خطيرة هذه الكرة منتخب إسبانيا يضغط لكن معلول بيخلص هذه الكرة برافو حتى من المباراة خب التونسي مرتين دربة ترجي هذه كرة الأمام الترى الكرام طبعا الموجودين في السودو التحليل هذه كرة في مكان فاسكيت وانيست البادري خطيرة هذه كرة للمتادور خطيرة لإسبانيا لكن هناك تسييد جوردي ألبا بعيدة يا جوردي بعيدة كرة جوردي ألبا إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة إلى ركلة مرمى حقيقة بالفاسكيت أمامه معلول فاسكيت يلعب لكرة في مكان لكن برافو طبعا شاهدنا تفوق على مستوى السيطرة البوزوشين خطيرة هذه الكرة لكن برافو البرافو المدافع ياسيم مرياح شاهدنا بوزوشين سيطرة لإسبانيا وبالتالي فضل اختيار المتخب الإسباني كرة من هناك خطيرة الكرة قوية من سيلفا لكن من دون متابعة هذه معروفة لا تزديدة أو أسست من جانب سيلفا لم يكن في وضعية تسلل على اعتبار بأن التخدم المدافع ساروخ إسبانيا عن تغتمثيل إسبانيا يعرف أنه لا يتم شاهد كرة في اليمين أثبت وجوده في تشكيلة نبيل كرة نعيم السليتي نعيم الكرة بتاظروفية قطع من الدفاع خطيرة هذه الكرة للإسبان أعلى دفاع تونس أعلى دفاع تونس والله عليك يا حارس تونس أيمن البلبول الحذر تونس تخوف على مصر الدفاع هناك أخطاء هناك أخطاء يجب أن يصلح نبيل معلول إلا لا تلاتيكو على الغريمة التقليد للريال تقدم من الدفاع كرة الرامل بجو انطلاق سريعة كرة تونسية للنصور هذه الكرة الضعيفة مثل هذه الكرة كرة من بيكي لكن يلا يا سيام ماذا يفعل سيام بن يوسف كرة بيخلص الدفاع هناك وضعية تسلل يرفع الراية المساعدة لوارك لحرغة المباشرة لمصلحة منتخب تونس لمصلحة منتخب تونس كلنا نريد أن نهتف تونس بن يوسف الكرة أهو أهو الأخطاء الدفاعية الأخطاء الدفاعية برافو قرأها 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 البلبولي قرأها من المحيط للخليج كرة إلى لوكاس فاسكيف أبعيد الكرة إلى ناكشو تمشي هذه الكرة للمامها تغتيمنا الدفاع تسديدة أبعيدة تماما إلى خارج أرضية مرعب إلى ركلة مرمو عسينسو إلى كوكي كوكي يبحث عن أرضية عارية للأمام برافو برافو المدافع برافو الله على المنتخب تونسي خلاص خلصت راحت الكرة واحد صفر واحد صفر لإسبانيا واحد صفر ياغو أسباس يفعلها في مرمى النصور بعد خطأ بعد أن عمل كل شيء دفاع والحارس عادوا لكن لم يشتطوا الكرة تنتقدم إسبانيا بهدف معلش